السلام عليكم شبيب أزينا إن شاء الله كامل تكونوا بخير وإن شاء الله كامل تكونوا على خير ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير اليوم راح نكمل سلسلة الحصص القصيرة الخاصة بالمادة الهندسة الكهربائية واليوم راح نسبقوا حصص خاصة بالمحاولات بنسبة لحصة المحاولات راح نقسم همكم الجزئين أساسيين الجزء الأول راح ندير فيه الملخصة أما الجزء الثاني راح ندير فيه التمارين بنسبة لجزء الملخصات راح نقسم همكم حصتين الحصة الثنين وخمسين راح نمدكم تقديم المحاولات ونعطيكم بنية داخلية ونديروا أفكار مهمة جدا أما حصة رقم ثلاثة وخمسين راح ندير فيها ملخص قوانين من محاولات وهذه راح تساعدكم بزبزبزبزب نحيكم المشكل أما الحصة التمارين راح نقسمها لثلاث أجزاء الجزء الأول حصة رقم ربعة وخمسين راح ندير فيها تمارين مباشرة ونستخدمون الملخص بها تقدروا تحفظوا القوانين وتعرفوا تستخدمهم أما حصة رقم خمسة وخمسين راح نديروا فيها تمارين خاصة بالمحاولات ونعطيكم الوثائق صانع والجداول وكيف نختاروا المحاولات أما الحصة الأخيرة ستة وخمسين راح نعطيكم فيها تمارين مركبة فاصل ثم نواصل ليكن لدينا مصباح كهربائي في هذا المصباح كتب عليه توتر اسمي قدره 24 فولط منخفض ولدينا منبع توتر متناوب الذي تقدمه سونة غاز قدره 220 فولط نواصل هذا المصباح بهذا المنبع ما الذي يحدث للمصباح؟ كما تلاحظون أتلف المصباح سؤال مطرح ما هو سبب إتلف هذا المصباح؟ السبب بسيط جدا لأن التوتر الذي يقدمه المنبع هو 220 فولط عالي وتوتر الذي يتغذى به المصباح هو 24 فولط فلم أحترم وثائق صنع لهذا المصباح سؤال مطرح كيف نحمي هذا المصباح؟ الإجابة بسيطة جدا إضافة عنصر كهربائي جديد هذا العنصر يسمى بالمحول هذا المحول وظيفته إما رفع التوتر أو تخفيض التوتر أو عزل التوتر كما تلاحظون هذا المحول مكتوب عليه 220-24 وش معناتها 220؟ 220 معناتها الملف الأول يتغذى 220 فولط يربط مباشرة بالمنبع أما 24 فولط يربط بالحمولة وهو التوتر منخفض إذن ما وظيفت هذا المحول وظيفته تخفيض التوتر من 220 فولط إلى توتر منخفض قدره 24 فولط كما تلاحظون استغلاء المصباح في ظروف عادية بسبب تخفيض التوتر من طرف هذا المحول إذن كاملا رح نسأله ورح نسأله رواحنا وش هو هذا المحول وش هالبنية الداخلية تاو وش هو المبدأ عمل تاو إذن وش هو المحول هو عبارة عن مجموعة من الرقائق الحديدية رقاقة الأولى والثانية والثالثة ورابعة إلى آخره مخدومة بهذا الشكل رح نسألني السؤال أستاذة الله درنا مجموعة من الرقائق حديدية وما درنا رقاقة واحدة غريضة لإجابة وش هي إذن وش القاوة اللي محول به يكون أداء تاو مليح لازم مجموعة من الرقائق ثاني حاجة لو كان دير رقاقة واحدة وش هيصررنا رح يكون عندنا تيارة دومية حتكون كبيرة والثاني حاجة ضيعة الحارة رح تكون كبيرة والثالث حاجة تبريد تاو محول رح يكون صعيب إلقوا أحسن طريقة باتمدنا محول ذو كفاءة عالية وذو جودة عالية لازم دار الميغناطيسية يخدموها بمجموعة من الرقائق حديدية هذو رقائق الحديدية يجمعوا وش يديرهم مادة عازلة وفي ناس الوقت يديرهم مادة لاسقة وش يديرهم إلسقوهم في بعضهم بهذا الشكل وش يقلبوهم يقلبوهم هيكل حديدي بهذا الشكل من بعد هذا المحول يجمعوا وش يدير له هذه الدارة الميغناطيسية بالطبع رح يلفوه بالوشائه إذن وش يديره في الجهة اليسرى وش يديره حيلفو الوشيعة الأولى عدد لفاتها يساوي أن واحد يلفوها بهذا الشكل بحيث هذه الوشيعة كذلك يديرها مادة عازلة على جنبه دوائر قسمة بين لفة واللفة بهذا الشكل إذن هذا الملف وش يسموه ملف الأول هذا الملف الأول هو رح نربطه بالمنبع التوتر أما طرف الثاني رح نلفوه بأن ثنين لفة بشرط عدد اللفات وش يكونوا أقل من لفات الملف الأول ولبه يكون محول خافل إذن كما كم تلاحظوا هذا هو الملف الثانوي وفي ناصل وقدروا مادة عازلة وهي جنبه دوائر قصر إذن هذا هو الملف الشيء يسميه ملف ثانوي هذا هو التركيب المحول من بعدها جماعة نجيبون منبع التوتر ونجيبون المصباح إذن هذا الملف الثانوي دائما يربط بالحمولة معنى هو يربط بالمصباح ولا يربط بالهاتف ولا يربط بالمعاقبة الكهربائية ولا يربط بالدارة المندمجة إذن ملف الثانوي هو الذي يربط بالحمولة أما ملف الأولي هو الذي يربط بالمنبع التوتر يربط بالقطب الموجب والقطب السليب يربط بالفازة والنادر من بعدها جماعة كيف يمشي هذا المحول بمجرد تغذية ملف الأولي وشحي سراء ينتقل التيار إلى ملف الأولي الوشعة كتمدلاتية كهربائي وشح تمدلك حق المغناطيسي والوشعة كتمدلاتية كهربائي متغير لماذا قلنا متغير؟ في النوبة الموجبة والنوبة السليبة إذن الوشعة أمدلت أي خطوط حق المغناطيسية متغيرة بهذا الشكل وهذه الدارة مغناطيسية كوظيفتها توجه الخطوط الحق المغناطيسي إلى ملف الثانوي إلى الوشعة الثانية أما الوشاعة الثانية ستخدم بطريقة عكسية إذن وشاعة تمدلاتية ستتمدلك حق الكهربائي تريد الوشاعة تمدلها حقوط الحق الكهربائي متغيرة وشاعة تمدلك ستتمدلك قوة كهربائية والله توتر ثانوي متغير بعدها وشاعة ستجمعها يتوهج المصباح إذن هنا توتر ثانوي وشاعة سيكون أقل من توتر الأولي والسبب لماذا؟ لأنه عدد ملفات الثانوي أقل من الملف الأول لو كان خدمنا ملف ثانوي وخدمنا له عدد لفات أكبر من الملف الأولي وش يصبح محول؟ يصبح محول رافع إذن محول يخدمنا هنا محول خافض يخافض توتر الأولي إلى توتر ثانوي يخافض توتر من 220 فولت إلى توتر 24 فولت هذا هو المبدأ العامة عن محول خافض إذن الملف الأولي المربوط من مصدر توتر توتر يسمى توتر أولي يسمى إيه واحد إذن مش نقوله ملف الأولي يتغذى بتوتر الأولي أما ملف الثانوي يعطي لنا توتر ثاني يغذي الحمولة إذن توتر ثاني هو المسؤول عن تغذية الحمولة رحوا إلى ملف الأولي ملف الأولي يمتص طيار من المنبع يسمى بطيار الأولي أما ملف الثانوي يقدم الطيار إلى الحمولة من الصباح ويسمى طيار إيه إثنين هذا بنسبة تسمية التوترات والتيارات بالنسبة للرسم كما كنت لاحظوا هذا هو التوتر الأول وهو عبارة عن توتر متنوب النوبة موجبة والنوبة السالبة إذن ما الذي يفعله ملف الثانوي؟ ركزوا معي توتر الثانوي وش يدير؟ هذه النوبة الموجبة يحافظ على الخصائص تاحها وش معنى؟ يحافظ على الدور تاحها ويحافظ على التوتر تاحها ويحافظ على النبض وش يغير فيها حين أصلها في المطار أما النوبة السالبة كذلك يحافظ على النبض والتوتر والدور ويخفض النوبة إذا ماذا نقول نقول أن محول يحافظ على الخصائص الإشارة ويغير غير سعان تحي يغير غير في التوتر فقط هذا بالنسبة للمحول خافظ جماعة زينة بعدما كملنا مبدأ عمل تعم محول وبعدما خدمنا دارة ميغناطيسية وبعدما خدمنا ملف الأول وملف الثانوي جاءت آخر خطوة وشهية هذه الدارة ركبولها هيكل تاحا المعدني بهذا الشكل وهذا الهيكل التقني نشح ديره سيكتبونه قيمة وثائق صانع مثلا توتر اسمي المحول يخافظ توتر اسمي الأول من 22 ورد إلى 24 ورد مثلا تيال الذي يمتصره قدره 4.16 أمبير الاستطاع الظاهرية هي 100 فيئة التوتر الذي يشتغل تحته 50 هرتز التوتر الثانوي في تجربة الفرغ يسوي 25 ورد ضيعة مفعول جول في هذا المحول تسوي 8 ورد المعرض هذا المحول مقدم يسوي 92% ضيعة الحديدية تسوي 8 ورد جماعة وشه حدي رح نتسأل وسؤال هذو التقنيين كيف كتبوا هذو القيم هل كتبوهم طريقة الحظ والله أن هذا المحول داره لعدة تجارب الإجابة وشهية أن هذا المحول رح يدير له ثلاث تجارب مهمة بيقدروا يكتبوا هذه المقادر المهمة إذن وشهية هذه التجارب جماعة توجد ثلاث تجارب تجربة الأولى تسمى تجربة الفرغ وش معناتها؟ معنتها ملف الثانوي حنوضته على الحمولة تجربة الثانية تسمى تجربة الحمولة معاندها ملف الأول نرطوه بمصدر التوتر والملف الثانوي نرطوه بالحمولة كما شاهدنا المصباح. اما التجربة الاخيرة وهي تجربة خطيرة ولازم لها خصائص بها الطبقة يسموها تجربة القصر. وش معنى تجربة القصر؟ ملف الاول ترطم من بعد تواطر متنبي يكون ضعيف. والملف الثانوي تقصره. اذا جماعة ما تقلقوش هذه الكاملة هنفهمهم بتفصيل خاصة الحصة المقبلة ان شاء الله. هذه الحصة هتكون خفيفة ضريفة. هيا جماعة روحوا. وش معنى تجربة الفراغ? وش معنى تجربة القصر. اذا تجربة الفراغ جماعة وش معناتها? معنى ملف الاول تربطه بمن بعد تواطر عادي اليوم اتين وعشرين فولت. اما ملف الثانوي اش ديرو تعزلو على المصباح. بما انه ملف الثانوي معزول على المصباح. اذا تيروش يساوي? يساوي السفر. وكما كنت تلاحظوا هذه المقادير زادونهما رقم صفر. لماذا زاد لهم رقم صفر? معنى هذه المقادير مقاصة في تجربة الفراغ. اذا وش نقولو? يرمز لتجربة الفراغ بصفر. اي مقدار تلقى فيه رقم وزيدو له الصفر. اعراب ليه هذا المقدار قصر في تجربة الفراغ بدون حمولة. اما تجربة ثانية تجربة الحمولة. وش هي تجربة الحمولة? ملف الاولي نغضي بتواطر متنوب بمنتين وعشرين فولت عادي. اما ملف ثانوي نربطه بالحمولة. وهنا هي المقادير منها سنزيدوهم حتى اضافات كما هنا اي واحد اي واحد اي اي اثنين اي اي اثنين. كتلقوا المقادر بهذا الشكل تعرفوا هذه المقادير مقاصة في تجربة الحمولة. اما تجربة القصر جماعة كما كنت لاحظوا انه ملف الاول لازم ننغضي بتوتر ضعيف لو كان نغضي بمتين وعشرين فولت وش حيصة رح يتلف المحول. على هذه تجربة القصر تجربة خاطرة لازم لها عندها خصائص انتاحة. اما ملف الثانوي كما كنت لاحظوا قصرناه اما نقصره بسلك ولا بجهاز امبير متبه هنقيسه الطيارة. وبما انه كين سلك توتب بين طرفي سلك وشي سوي زيرو فولت. وكما كنت لاحظوا اجماع المقادر هذي اللي راها في تجربة القصر وش زادوا لها زادوا لها حرفي سي سي. اذا وش نقوله في هذه الحالة يرمز لتجربة القصر بسي سي وانتلقى اي مقدار في كلم في حرفين سي سي اعرف بلي هذا المقدار مقاص في تجربة القصر. هاي اما بعد هنروح نشوفه اش معه وشي والحويج لازم تعرفهم في تجربة هذه الثلاثة. اذا في تجربة الفراغ. اذا توتر الاول وش يرمز لهم اي ا صفر. معنى اكيد لا سيفر معنى يجب الفراغ. وكما كنت لاحظوا تجربة الفراغ توتر الاول مغذب من 20 و 20 فهو نفس توتر الاولي اسمي. من وجه ما نكتبوش نعدو نكتبوها اي ازيرو نعدوش نكتبوها اي اها هذه الحالة الوحيدة في تجربة الفراغ لمن نزيدوها ش ازيرو. اما التيار الاولي نكتبو اي واحد نزيدو له صفر. وشي معنتها تيار ممتص من الملف الاولي في تجربة الفرغ صفر. وبما انه كان توطأ وكان dayة. الاستطاع. إذن استطاع وش ننزولها في تجربة الفرغ في الملف الاولي ننزولها تومي واحد صيفر. هذه المقاضية بنسبة للملف الاول. اما بالنسبة لمله الثانوي. توطأ الثانوي وش نرزالة? اثنين صيفر راح يكون توطأ اعظمي. وتيار ثانوي وش ننزوله? اثنين zero. وكما كنت بلاحظةんだره مفتح ذاتي وش يساوي دائما حيس يساوي تجربة الفارغ. والاستطاعة نزولها في الملف الثاني ونزولها بي 2 صفر. وكما شفنا في دارة الفارغ ملف الثانوي دارة مرتوحة. اذا نقوله تيار ثانوي في صفر وشح يسوي الصفر. وبي 2 صفر تسوي الصفر. هذو المقادر ما نزيدوش نشوفو. وشح نحتاجه غير ربع مقادر ثلاثة في ملف الاولي ومقدار في ملف الثانوي. هذا يسوي صفر. لماذا تستطيع تسوي الصفر؟ استطاع الفعل وش تستوي توتر في التياف في كوزفي. بما ان توتر الاولي وش نسميه اي 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 ا يخصيرها على سيارة إ 10 تجربة القصر في تجربة القصر لأنه كان ماليا بالأيèse تستعمر ماليا باليش relação تستعمره في تجربة القصر تجربة القصر سلك التجربة القصر سيارات يساوي السفر بما انه توتر يساوي سفر اذا مقدارين هذا في تجربة القصر دي ما يساوي سفر اذا في تجربة القصر نحتاجه نحتاج مقادر تعمله في الاولي ونحتاجه تيار ثانوي في تجربة القصر وهذا بي اثنين سي سي وش يساوي سفر هذه المقادر نجد تركز عليهم بعد اثنين ركز عليها كذا تطور Meghan لاحظات التعليم الذي اجعله هذه الأخطاء يساوي سيدء توتر الاولي فى تجربة القصر اكدا لا يساوي توترول الاول فى الحمولة هذه الدهم أن dif همه من ours عندي غير علاقة ثانية تيار الاولي فى تجربة قصر لا يساوي تيار الاول في تجربة الفراء ولا يساوي تيار الاول في تجربة الحمولة وكذلك الاستطاعة P1CC في تجربة القصر ملف الأولي لا تساوي P1 في تجربة الفارع ولا تساوي P1 في تجربة الحمولة هذا كامل بالنسبة للملف الأول بالنسبة للملف الثانوي في تجربة القصر 2CC سيساوي 2 nominal لأن تجربة القصر بانحققها لازم توطر هذا نزيده تدرجيا حتى نتحقق لهذا الشرط حالة الواحدة سيتساوي 2CC يساوي 2 nominal ولا يساوي 2 صفر في تجربة الفراغ وهذا يساوي صفر وبنسبة للإستعاد 2CC تساوي صفر وتساوي 2 صفر لثاني كذلك تساوي صفر ولا تساوي 2 بثاني بسكو قيمة غير معدومة لأنه مربوطة بالحمول إذا وش نقول في هذه الحالة في تجربة القصر 2 في حالة القصر يساوي صفر والتيار الثاني في تجربة الفراغ يساوي صفر بما أنه يساوي صفر إذن B2CC يساوي صفر بسكو 2CC تساوي صفر لأنه استطعت تساوي توطر في التيار في كوزفي وكذلك B2 يساوي صفر إذن وش هو المقتر اللي ماهوش معدوم اللي هو B2 في تجربة الحمولة وهنا يجمع وصلنا لنهاية الحصاء نتمنى منكم أنكم فهمتوا نتمنى منكم أنكم تزلزلوا هذا المانشو بالمشاركة في المواقع التواصل الاجتماعي لازم هذا المانشو يوصل لزوم ولائكم لازم يفهموه ويتمتعوا في نفسه الوقت ما تبخلوش زوم ولائكم وهنا يجمع عزينا كملنا حصة رقم 52 وبقونا رب حصص راح نشوفوهم في الحصص القادمة وهنا يوصلنا لنهاية الحصة وموقع علينا نقول لكم صحة فطوركم والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة